أعرب وزير الداخلية محمود توفيق عن خالص تهني وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية مع البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية بطرارك الكرازة المرقصية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهني أهل البابا ولجميع المواطنين المسيحيين من جانبه أشهد قدسة البابا تواضرس الثاني بالجهود وتضحيات التي يبدلها رجال الشرطة في تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين مؤكدا على تكاتفي ومساندة أبناء الشعب لمؤسساته وفي مقدمتها منظومة الأمن المصري التي تطلع بدور وطني وتحمل رسالة نبيلة من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار وحماية مكتسبة النهضة الحضارية التي تشهدها البلاد